وحشتونا في فترة الأجازة والويك اند الـ 48 ساعة اللي فاتت لكن بالتأكيد بنسعد لما بنكون مع حضراتكم في بداية ومستهل الإسبوع يوم الأحد في حلقة جديدة من برنامج الترند وبإذن الله إسبوع يكون مليب الأخبار والكواليس الموضوعات اللي بالتأكيد بتحب تسمعوها وتشوفوها وتطمنوا بالتأكيد على آخر أخبار النادي الأهل وانتم متعودين دايما من خلال شاشة قناة الأهل وعلى برنامج الترند كل الأخبار الجديدة والكواليس والموضوعات اللي بالتأكيد ده مثار اهتمام السوشيال ميديا بنركز عليها وبنبروزها وبنشرحها لحضراتكم من خلال حلقات برنامج الترند لكن قبل ما ادخل في أي شيء في سياق حلقة النهاردة عيد أشكر كل الناس اللي تفاعلت مع حلقة يوم الخميس الماضي وتحديدا الفقرة الحوارية فقرة الفار اللي كان فيها كواليس كاشفة لما حدث وسيحدث في ملف التحكيم خلال الفترة القدم كل ردود الأفعال من خلال السوشيال ميديا من خلال الزملاء الصحفيين ومن خلال المواقع الرياضية فكرة ان نقدم محتوى يكون هدف اساسي لكل المواقع الرياضية تشتغل عليه لمدة يوم او يومين من خلال تصرحات هامة جدا للكابتن محمد فاروق رئيس لجنة الحكام اللي السابق او الكابتن ناصر عباس الخبير التحكيمي والمحاضر الافريقي دي بالتأكيد شهادة كبيرة جدا ان احنا النهاردة قدمنا مادة خبرية مفيدة للمشاهد وبالتأكيد لكل الجماهير المصرية بمختلف انتماءاتها لان دورنا هنا لما بنركز على اي قضية دورنا ان احنا نقدم المعلومة المجردة بدون اي وجهة نظر المعلومة المجردة بدون اي انتماء لان ملف التحكيم من الملفات الخطيرة جدا اللي بتؤثر بشكل سلبي على مستقبل القرى المصرية خلال الفترة الاخيرة والنادي الاهلي بيهتم جدا بالملفات اللي زي دي لانه جزء اساسي من صناعة القرى المصرية وتطوير منظومة القرى المصرية لذلك كان هدفنا استضافة رئيس لجنة الحكام ويمكن صرح تصرحات لم تصدر من قبل وتحدث في عدة ملفات اعتقد كان فيها مفاجآت لكل السادة المشاهدين لذلك انا بشكر كل الناس اللي تفعلت مع حلقة يوم الخميس الماضي كل الزملاء الصحفيين كل المواقع الرياضية اللي بالتأكيد اهتمت به نشر كل تصريحات الكابتن محمد فاروق على ملف التحكيم هنا احنا بنحاول نشتغل وبنقدم لحضراتكم مادة فيها تفاصيل فيها اخبار فيها معلومات في وحوش معايا في الكنترول اعداد واخراج وبرديوسر يعني الناس بصراحة هنا عاملين مجهود جبار جدا عشان نقدم لحضراتكم مادة اعلامية تنال احترام ورضى كل المشاهدين جماهير الاهلي في المقام الاول وكل جماهير الكرة المصرية بشكل عام